مراكز تنظيم القاعدة في اليمن ما زالت هدفا أساسيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الغارات الجوية تتكرر بشكل متواصل على الرغم من النزاعات التي تعيشها البلاد وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن التنظيم يستغل الاضطرابات في اليمن لتوفير مأوى يخطط من خلاله لهجمات مستقبلية ضد حلفائها ومصالحها لكن الضربات المتواصلة لقواتها أضعفت من قدرة هذا التنظيم وأحبطت الكثير من مخاططاته هي الحرب على الإرهاب في اليمن إذن ذلك ما تؤكده الوقاع شبه اليومية بالبلاد الذي تواجه أيضا صراعات أخرى أحدث الضربات تلك التي شهدتها منطقة مفرق الحوطة بمدينة عزان التابعة لمحافظة شبوة حيث قتل ثلاثة من عناصر التنظيم إثر ضربة جوية لطائرة بدون طيار وخلال الأسابيع الماضية كثفت المقاتلات من ضرباتها على عناصر التنظيم جنوب شرق اليمن وحققت أهدافا كبيرة تؤكد القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن الطيارة نشن غارتين جويتين ضد عناصر القاعدة خلال شهر يوليو الماضي وأوضح بيان القيادة المركزية أن عنصرا مهما في تنظيم جزيرة العرب قتل في الغارة الأولى التي شنت في الثامن من يوليو أما الغارة الثانية في السادس عشر من نفس الشهر أسفرت عن مقتل سبعة عناصر آخرين تتواصل ضربات الجوية ضد القاعدة فتتواصل معها ضربات التنظيم في الداخل حيث لا يمر يوم دون نبأ اغتيال أو عملية إرهابية أو تفجير ومع تصاعد هذه العمليات يستبعد مراقبون أن يغلق ملف الإرهاب قريبا أو على الأقل قبل أن يطمئن أو تهدأ هواجس الإقليم والعالم تجاه بلد أصبح ينظر إليه باعتباره ساحة حرب ترجمة نانسي قنقر